اقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحادث يبث علم مسنادا اقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علما مسنادا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا صف الحياة ونور روحك أن توطع محمدا اقبل إلى روض الهودة واخس الفؤادك بالنادا واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علما مسنادا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال المحدث التدليس أنا عايز اللي بيسمعني يركز جدا إذا كانوا هيعملوا أي حاجة هيشرفوا شاي هيتعشوا هيعملوا بطلوا كلام ده لحد ما خلص التدليس وبعدين هو حر ليه لإن أنت لو فاتك جملة ممكن تحس أن الكلام مش راكب على بعضه ودي طبيعة علم الأصول التدليس لو أنا قلت لك فلان دلس علي يعني إيه دلس علي إنت تفهم على طول أنه خدعني أو غشني تمام التدليس لغة معناه الظلمة وفي بعض العلماء يقول لك الغبش الغبش اللي هو اختلاط النور بالظلام على وش الفجر تلاقي يعني الفجر لسه داخل كده على استحياء ليبدد ظلام الليل فتكون لها دخلة بعضها كده فتقوم أنت لا تميز الرؤية كحديث عائشة في الصحيحين قضي الله عنها تقول كنا نصلي الغدات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى بعضنا بعضا من الغلس صلوا الفجر بغلس في أول الوقت يعني وعاديين انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفديو وانصرف المسلمون وهم خارجين ما فيش حد يعرف ميز وش حد ليه لسه الدنيا يا ظلمة مع أن في بعض النور اللي هو بدأ يهجم على الإيه بدأ يهجم على الظلام لكن العلماء علماء اللغبي يعرفوا الدلس هو الظلمة يقول لك فلان لا يدالس ولا يوالس معناها لا يغش ولا يخدع ولك فلان دلس في البيع أي كتم عيب السلعة يبقى إذن التدليس معناه أن فيه عيب ثم أخفاه الراوي عيب في الإسناد ثم أخفاه الراوي بحيث لو اطلع الناقد الناظر في الإسناد على هذا العيب هيضع في الحديث احنا كده فهمنا معنى ليه التدليس طبعا التدليس أنواع أنا النهاردة إن شاء الله سأشرح النوع الأول وهو الأكثر دورانا في الأسانيد بمعنى لو الأنواع الستة بتاعت التدليس يعني أنا عايز أدي لها نسبة مئوية هدي للنوع الأول الذي سأتكلم عنه اليوم إن شاء الله نسبة 95% من التدليس الواقع في الأسانيد التدليس ده اسمه تدليس الإسناد عندنا التدليس أنواعه تدليس الإسناد وتدليس التسوية أو التجويد وتدليس الشيوخ وتدليس البردان والأماكن وتدليس القطع وتدليس العطف والقطع ده يعني ممكن يبقى هو السكوت برضو ستة أنواع كل نوع له تعريف ولو حكاية وحنبين العب ييجي منين لكن خلوني الأول أتكلم في تدليس الإسناد اللي هو الأكثر دورانا في أسانيد الأحاديث إيه تعريفه بقى أنا هعرفه زي ما العلماء عرفوه وبعدين هشرح يقولون يقول أهل العلم تدليس الإسناد هو أنا عايزك تكتب لأن أنا ما عرفش أكتب لك على السبورة الحقيقة يعني جيت متأخر فما عرفش أكتب لك تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه كلام معقد لكن أنا هبينه لك إن شاء الله تعريف التدليس الإسناد اسمه كده اسمه تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه إزاي خليني دلوقتي همثل المسألة بي هنفترض إن إحنا في زمان الرواية وأنا من طبقة الإمام أحمد بن حنبل يعني أنا وأحمد بن حنبل إيه زمل أقران أنا طبعا بقولي الكلام ده ليه علشان أأثر الأسانيد لأن أنا حضر بالآن همثل بإسناد معين وحنشوف التدليس ممكن يقع عزي فيه إحنا بنعقد مجلس التحديث أنا قاعد دلوقتي على المكتب والآه وإنتو كلكم قاعدين قدام أنا بقول بقى حدثني فلان عن فلان عن فلان أنت بتكتب خلاص أنا هفترض أن أنا من طبقة لمأم أحمد هو أنا هقول الإسناد بتاعي ها هفترض يعني هقول الإسناد بتاعي هقول حدثنا سفيان بن عيين أدي واحد عن الزهري عن أنس نخليه إسناد ثلاثة عشان ما تطلق بطوش بدل من طول الإسناد ويطير منكم لا خلينا كده أنا بقى هو بقول ها أبو إسحاق بقول حدثنا سفيان بن عيين طبعا ما قلت أجوز عن عشان نقلنا أصحاب الحديث ما يقولش أن أنا حدثنا سفيان بن عيين رحمة الله على سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت أنا سم يبدأ إسناد إيه إسناد ثلاثي ثلاثي يعني يعني بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس جميل أنت سين من الناس تلميذي دايما تقعد في الحلقة بتاعتي وأنا عارف أنك أنت بتقعد في الحلقة بتاعتي وكل اللي قاعدين في المسجد أو في الحلقة عارفين أن أنت بتقعد في الحلقة وبتحضر يعني أنا بقيت شيخك ولا لا آه بقيت شيخك طيب لما أنت تحب تاخد مني الرواية أنا قلت حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أنت بقى أمتقاين من المجلس رحت بلدك ولا رحت الحي بتاعك وعملت شيخ وأعدت الأعدى بتاعت دي وحبيت تروي الحديث اللي أنا قلته لك هتقول إيه؟ هتقول حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعته أنا سن يبقى أنت إسنادك بقى إيه؟ إسنادك بقى رباعي عشان أنا زدت في الإسناد خلاص؟ أنت بقى عرض لك سفر أو مرت أو حصل أي ظروف ما عرفتش تحضر الحلقة عندي غبت مرة خلي بالك أنت بتحضر كل مرة والدنيا كلها عارفة أن أنت بتحضر وأن أنت سمعت مني لكن غبت مجلس من المجالس المجلس ده أنا حدثت فيه مثلا عشرين حديث أنت جيت من السفر أو من الغياب بتاعك سألت الجماعة يا جماعة الشيخ حدث كم حديث قالوك والله حدث عشرين حديثا طب أنت سمعت العشرين حديثا؟ لا ما سمعتش بس أنا عايز أرويهم عايز أروي العشرين حديث يقدر يقول حدثنا أبو إسحاق ما يعرفش يقولها لأنه ما كانش حاضر لو قال حدثنا أبو إسحاق يبقى كداب طب علشان يأخذ العشرين حديث اللي فاتوه هيعمل إيه؟ حيروي العشرين حديث عن زميل لهم اللي كان حاضر إحنا قلنا الراودة سين حيبقى يروي عن صاد صاد دا زميله صاد دا زميله فحيقول بقى سين دا هيقول حدثنا صاد قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنس بقى إسناده إيه؟ إسناده خماسي يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة لأن إسناده في العادة رباعي ما هو بقول حدثنا الشيخ على وطولة فلان لكن المرات عشان غاب وعداه عشرين حديث أو تلاتين حديث أو أي كمية من الأحديث ما سمعهاش وعايز يرويها فما يعرفش يرويها عني لأنه ما كانش حاضر يبقى لازم يرويها عن زميله اللي كان قاعد في الحلقة وسمع يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة يبقى أصبح إسناد سين اللي كان غيب ده صار إسنادا إيه؟ إسنادا خماسيا يوم يصعب عليه يقول بقى أنزل درجة ها؟ وإنت عارف العلو شرف وكان المحدثون يتقاتلون على الأسانيد العالية الأسانيد العالية دي فاكة الأسانيد العالي هو ها؟ أن يقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل عدد من الرجال يكون أشرف لك زي ما احنا شبهناه قبل كده قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام هو السراج المنير يعني أنت هنشبه تشبيه كده بس أبين لك لو فيه اللمبة كده المصباح المتعلق في السقف وإنت بينك وبين السقف عشرة متر الإضاءة هتكون شكلها إيه؟ هتكون ضعيفة طب أنا عايز أستمتع بضوء المصباح أعمل إيه؟ أطلع فوق طب كل ما أطلع فوق أقرب من المصباح معنى أطلع فوق يعني يقل عدد الوسائط بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام فالإمام مالك مثلا لما يقول حدثنا نافعا عن ابن عمر يبقى بين الإمام مالك والرسول صلى الله عليه وسلم قديه اتنين الشافعي جاء قال حدثنا مالك عن نافعا عن ابن عمر بقى بينه من الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ تلاتة أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي ها؟ عن مالك عن نافعا عن ابن عمر بقى إسناده إيه؟ رباعي جاء الإمام البخاري قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافعا عن ابن عمر بقى إسناد خماسي مالك أقرب من البخاري اللي البخاري بينه بالرسول خمسة مالك بينه بالرسول اتنين خلاص كده يبقى كل ما عدد الرجال يقل بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه علو على كل ما عدد الوسائط تكتر إسناد عشاري بينه وبين الرسول عشرة عليه الصلاة والسلام يبقى دنازل قوي يبقى كل ما يطول سلسلة الإسناد اسمك نازل كل ما يقل سلسلة الإسناد اسمك إيه؟ اسمك طالع عالي يعني الأسانيد العالية كان المحدثون زي ما قلت ممكن يبيع الدار والحمار ويستدين علشان يروح يجيب إسناد عالي هو موجود عنده بس نازل بس نازل شوف يسافر آخر بلاد الدنيا عشان يجيب إسناد هو عنده خماسي عايز يخليه رباع يسمعه مباشرة من شيخ شيخ ولذلك لما مرض يحيي بن معين كان في مرض من الأمراض اللي عدت عليه يعني دخلوا يظهروه فقالوا له يا أبا زكريا ما تشتهي نفسك في إيه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي يشتهي الإسناد العالي وقال المحدث نرجع بقى أنا لأننا بقول لكم إيه؟ ليه المدلس بيدلس أنا حعرفكم إزاي يدلس وبعدين أقول لك ليه بيدلس؟ طالما التدليس عيبي في الرواية إزاي يعيب الإسناد يعني؟ إزاي يغط على العلة فيه؟ مثلا نرجع نقول السين ها؟ اللي هو تلميزي اللي غاب عن الجلسة بتاعتي اللي أنا حدثته فيها بعشرين حديثا جاه لقى صاد معاه الأحاديث دي فسين دا دايما لما يقول ليه يقول حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن الزهري عن أنز إسناده رباعي المرة دي بقى إسناده إيه؟ خماسي نزل فصعبان عليه ينزل فيقول إيه بقى؟ تم صده أسقطه من الإسناد ها؟ وأقول عن أبي إسحاق خلاص يبقى إسناده رجع إيه؟ رجع رباعي تاني بس عمل إيه؟ سقط مين؟ أسقط الذي حدثه من أصحابه يبقى الحامل للمدلس أن يدلس أسباب منها العلو منها إيه؟ أن يعلوا بإسناده ما ينزلش دي نمرة واحد الحامل الثاني وده أسوأ أن يكون صاد ده ضعيف فأنا لو قلت حدثنا صاد يقوله مع السلامة هو صاد اللي رواه؟ ده صاد ده ما يسوأش باصل ده لا يسوي فلسة الممسوحة فنعارف أن أنا لو حدثت عن هذا الراوي أهل الحديث سيردون الرواية علي فأنا إذا ماشي الرواية أهوم أسقط مين؟ الراوي الضعيف خلاص؟ يبقى أعزين نرجع بقى لتعريف التدليس الإسناد على ضوء الشرح اللي أنا عملته ده تدليس الإسناد يقول لك إيه؟ هو أن يروي الراوي اللي هو مين؟ اللي هو سين سين أن يروي الراوي عن شيخه اللي هو أنا الذي سمع منه ما لم يسمع منه لأنه كان غايب فلم يسمع منه هذه الروايات فيأم سأط الوسطى ولكن يستخدم لفظة عن عمره ما يقول حدثني حدثني بقى كدب على طول ده بقى جنى على روحه لو جرب عليه الكذب مرة سقطت كل رواياته يتمسح اسمه بأسديك لا كأنه رحل ولا كأنه طلب علم ولا كأنه عمل أي حاجة وزي ما قلنا قد يكون الساقط من الإسناد أحد الروايات يالضعفاء يالمتركين بحيث أنا لو شفت هذا الروايات في الإسناد هقول إسناد ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر أو باطل أو موضوع أي اسم أو أي لقب من ألقاب الحديث وطبعا الألقاب دي برضو مضبوطة بضوابط علمية أو عتفكر أن احنا بالنوع يعني من باب أن احنا نفرفشك يعني ولا عشان ما تملش ولا حاجة بدل ما قولك ضعيف 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 مرة أقولك ضعيف مرة أقولك منكر لا الحديثة مش كده خالص لا ضعيف لها معنى منكر لها معنى باطل لها معنى موضوع لها معنى ودي إن شاء الله لما نيجي بقى على عدالة الروايات وضبط الروايات ممكن إيه يعني نذكروا طرفا من هذا الكلام أنا هديكم النهاردة مثال عشان تكتبوه ونبص على اللوحة هنا في حديث يرويه ابن إسحاق محمد ابن إسحاق ده صاحب السيرة عن معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بغير سواك طبعا ده ممكن يكون حديث مر برضو على إيه على ناس وعملين يقولوه بالذات الجماعة اللي حرسين على إيه على إيه يتسوكوا عشان الحديث ده طبعا السواك فيه أحاديث في الحظ على السواك عند كل صلاة عند كل وضوء ها لكن احنا بتكلم في الحديث ده لو نذكر فضلا جسيما كبيرا صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك الحديث ده بيرويه محمد ابن إسحاق ابن يسار محمد ابن إسحاق ده صاحب السيرة النبوية التي هذبها ابن هشام طبعا سيرة ابن هشام أشهر يعني دايما لما نقولي سيرة لابن هشام ابن هشام هذب سيرة محمد ابن إسحاق ابن يسار وأضاف إليها بأسانيد نفسه أسانيد من عنده يعني ابن محمد ابن إسحاق كان يدلس كان يدلس روى محمد ابن إسحاق زي مع اللوحة كده روى محمد ابن إسحاق هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائش من اللي وقع في الإسناد اللي أنا أعمل عليه عن علامة إكس هو معوية ابن إحا الصدفة ده يبقى الإسناد ده أدي من عند ابن إسحاق رباعي أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة طب تعالوا بقى نفتح كتب الرجال ونحكم على الإسناد ده اللي هو ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أما عروة وعائشة ما تسألش عنهم عائشة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام الصديقة وابنته الصديقة عروة ده ابن أسماء ابن زبير من عوام ابن أسماء بنت أبي بكر وأحد الفقهاء السابعة كلمة السابعة دي يعني ضلع كبير العلماء ما فيش حد اختلف على عروة كله يقول لك عروة ده في السماء الزهري هو الزهري ثقة وجلالة وإمامة طب ابن إسحاق قال لك محمد ابن إسحاق صدوق حسن الحديث يبقى أنا لما يكون عندي بقى صدوق حسن الحديث عن ثقة عن ثقة عن عائشة اديه لحكم على الإسناد ده انت على طول هتقول ده إسناد جيد لأن ما فيش في علة كله تمام التمام يعني محمد ابن إسحاق هناك طائفة من أهل العلم واثقوه وطائفة حسنوا حديثا وطائفة تكلموا في حفظه وقال المحدث فأنا عندي بقى محمد ابن إسحاق لو خدت مجمل الأقوال فيه هقول إنه هو متماسك بنسبة 80% أو 85% حلو قوي عال طب لما يكون 85% عن 100% عن 100% عن 100% أدي الإسناد ده إيه هقول إسناد صحيح أو أقول إسناد حسن أو جيد يعني ماشي يعني يحتج بيه لكن الإسناد ده في عيب الإسناد ده ظاهره اللي ما يعرفش أن محمد بن إسحاق مدلس هيقوم محسن الإسناد أو يجوده لكن فيه حاجة عملها محمد بن إسحاق نبص على اللوحة الإسناد قلنا بن إسحاق هنا أصل الإسناد يروي عن معاوية بن إحس الصدفي أهو عن الزهري طب هنا الإسناد اللي إحنا حكامنا عليه بالجودة في الظاهر قال لك ابن إسحاق عن الزهري الحلقة المفقودة دي بقى هو معاوية بن إحس الصدفي ده ابن إسحاق دلسه وقعه وقعه من الإسناد فواحد ممكن يكون واخد باله شوية يقول طمع عم الشيخ لو وقع من الإسناد ما يبقى منقطع ها يبقى منقطع فأنا حجود الإسناد إزاي أقول لك لا ما هو أصل أنت لازم تخلي بالك من حاجة أن الذي أسقطه محمد بن إسحاق هو وابن إسحاق أخدوا الاتنين عن الزهري ما هو لو لو مثلا ابن إسحاق أنا وقعت الزهري من الإسناد وقلت ابن إسحاق عن عروة وانت مغمض كده هو هتقول إسناد منقطع لأن ابن إسحاق لم يدرك مين لم يدرك عروة لكن الإشكال جاي من إيه أن ابن إسحاق أدرك الزهري تلميذ الزهري فأنت حتقول طيب ما هو ما فيش انقطعه هو فيحصل بقى نوع من الإيه نوع من الخلط يبقى إيزا إيه الراوي المدلس والذي أسقطه المدلس لتنين زمايل أو من طبقات واحدة أو على الأقل أخدوا عن الشيخ عن شيخ الشيخ نرجع للقصة اللي أنا حكيتها قلت لك سين وصاد مش سين وصاد دول تلمزتي ها الاتنين بيحضروا عندي سين راح مشوار سافر راجع قال لي صاد خدته كم حديث قال له عشرين حديثا يبقى سين وصاد زمايل ولا لا زمايل أنا شيخهم الاتنين فلو سين أسقط صاد مش هيباني أنه هو سقط حاجة لأن سين ده تلميذي أنا وإحنا قلنا في تعريف التدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع أنه حال غياب طب معايب ناح الصادف ده اللي بنسحق أسقطه حاله إيه قال لك متروك متروك ده يعني ضد جيم زي ما بقوله كده في التأديرات ضد جيم ضعيف جدا أنا لو شفت معاوية بنح الصادفي في إسناد حديث بقى أمرميه في الأرض على طول يبقى المدلس دلس علي بقى لو أنه ترك الإسناد على حاله ما كانش يتعبني لكن بيسقط الراوي الضعيف فأغتره أنا كناقد يعني بأن أنا أجود الإسناد والإسناد ساقط أو ضعيف جدا مثلا طيب العلماء علشان بقى يعملوا بقى إيه يعني حاقط صد إن المدلس مايلعبش في الرواية علجوها إزاي سابوها كده لا ما هو ممكن أنت مش حافظ كل الأساني دي في الدنيا ممكن يكون في أساني الغيبة عنك حتى عن كبار الحفاظ الذين يحفظون الألوف المؤلفة ليحفظ مئة ألف وثلتمائة ألف وستمائة ألف أحمد بن حنبل كان يحفظه ألف ألف مش ألف ألف حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام كل كلام يروى بسند حتى لو كان عن الشافعي اسمه حديث فأحمد بن حنبل كان يحفظه ألف ألف البخاري تلتمائة ألف مسلم ستمائة ألف ده على حسب الكلام الإيه الكلام الصحيح الموجود في الكتب يعني تلتمائة ألف حكاية بإسناد أو حديث بإسناد أو فتوى بإسناد حدثنا فلان عم فلان فلان قال كذا وحدثنا فلان عم فلان فلان قال كذا وحدثنا فلان عم فلان 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 قال كذا لا يدخل رجل إسناد في إسناد ولا كلمة في كلمة ولا يغلط في حاجة سبحان الله أمة العرب كانت متميزة بالحفظ فأنت منتج حفظ كل أسنين فنعمل إيه في المدلس؟ قال لك هنعمل له حاجة مش عارف يفلت منها أبدا إذا قال المدلس عن أقول له معلش أنت والرواية ألف سلام قال أمال تقبلني إمتى؟ أما تقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو سمعت أو قال لي أي صيغة من الصيغ التي تدل على التلقي المباشر من فم الشيخ إلى أذن التلميذ ده الحاجة الوحيدة إلا هقبلها منك أما تقول لي عن تقول لي قال لا اللعبة ده أنا مش هقبله فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب ما يكونش سمع الحديث من الشيخ أقول حدثني على طول ده يبقى كذاب مش مدلس يبقى انتقل إلى شريحة أخرى حتضيعه فما فيش مدلس أبدا عنده دين ممكن يأتي على الرواية التي لم يسمعها أقول سمعته أو حدثني أو قال لي أو أي صيغة من صيغة التحمل التي تدل على سماع المباشر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ويعني أعتذر عن حرارة الأنفاس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علم مسنادى أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علم مسنادى يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددى يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددى صف الحياة ونور روحك أن توطع محمدى أقبل إلى روض الهدى واخسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحاديث يبث علم مسنادى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر